يسعد لأوقاتكم، اليوم رح نتطرق ونحكي عن اليوم الثالثة، سبعة أيار مايو، شو الأخبار الفلكية اللي بدت طال كيفة الأبراج؟ أكيد اليوم الأمر ببرج الثور، ففي عنا كواكب عديدة بالثور الأمر مع الشمس، مع الزهرة، مع المشتري، مع أورانوس، الله أكبر على الأبراج الترابية اليوم، ومماذا يريدون أن يكونوا مفعامين بالحياة والحظوظ مثل العزراء والجدي والسرطان والحوت والعقرة بنعم؟ خلينا نبدأ ببرج الحمل ونرى الأمور كيف بدأت تكون، الحمل النهار حلو، لو غادر الأمر من عندك ولكن بدك تظلك متسلح بكل الطاقات اللي زودك فيها، في عندك تقدم ونجاح والحظوظ بدأت تكون لصالحك، ما تنسى أن المشتري عم يعطيك الحظ بالمال، يعني إنجازاتك وأعمالك وأقدمك على أي شيء رح ينال التفوق والإبداع بالأمور العملية والمالية، فالأمور بتكون مريحة. أما برج الثور، اليوم الأمر عندك كمين أدك أخيراً أنت تعد من الأبراج الأكثر نشاط ونجاح وأكثر حظاً، ممتاز على كيفية المستويات والأجواء حلوة بترفقك خليل النهار، خالياً من العقبات والمشاكل، سئتك عالية، مندفع ومشرك ومتقلك، وصاحب القرارات المهمة والحكيمة، ونافذ فترة للتغيير للبديات الجديدة للعلاقات الحلوة والزيارات. أما موليدة برج الجوزاء، اليوم الأجواء فيها هدوء وركود، الصخب والإندفاع والحماس اللي كان عندك، خف. يعني اليوم خيلي من الحزوز، وكون حذر بعد قدر القدمة فيك عن المشاكل، وقد تصادف بعض الأشخاص يقول لك أقويل كيزبة، ما ترد، ولا تخلي حدا يستفزك، أهم شيء تكون بعيد عن النزاعات. برج السرطان، الجو مليء بالمفاجآت والأخبار الحلوة، مع وجود الأمر برج الثوروك، كل هالكواكب بتقويك وبتعطيك حظوظ بكافة أمورك، بلكاءاتك، باجتماعاتك، بزياراتك، يعني الحقيقية والنشاط، بكونوا حليفك، مندفي، عم تشتغل حتى من قلب قلبك، في مناسبة عم بتحضر لها، دعوة بتندعى عليها، وفي سفر كمان والهدوء مسيطر بكافة الأجواء. أما موليد برج الأسد، اليوم أنا بقول لك يكون هادي، ما في شيء سلبي، ولكن يمكن معقول تتعرض لبعض الالتباس الشجار ويعلق صوتك، بدنا نروء. الإنجازات المهمة فيك تنجزها، بس كون متيقز ما تخالف القوانين، عليك ما تتسرع باتخيص أي قرار، فقط نجوز الأعمال الروتينية، وإذا بدك تبدأ بشي مهم، حضر ورائك منيح، واستعيم الآخرين لتجنب الأخطاء. برج العزراء، نهار رائع، ممتاز، أمورك عم تتقدم في إنشراح ونجاح بأي شأن، بأي إطار أنت موجود فيه. أنت متفوق؟ نعم، لامع أكيد، منافي الشرس ولا أحلى من هيك. قادر توصل للي بدك بأي كلمة من نظرة لحظ معك، وقالله معك يا مولود برج العزراء، فترة تحقيق الأحلام والطموح، فترة ممتازة، مليئة بالحظوظ على كيفة المستويات وفي تحضير لسفر. برج الميزين اليوم تتنفس، نهار مريح، تشعر بالرغبة بالتواصل مع الآخرين، عندك القوة نفسيتك برتاحة، ورح تكون محط الأنظار مثل عادتك بوجودك بكلمك. اليوم مهم للانطلاق بقوة، ورح تيقص قرار حكيم بحياتك الشخصية، والدعم محاط فيك والإيجيبية والفرح والابتسامة برح يرجعوا لقلبك. في مكاسب مالية، في مصاريف كتير، منطول بالنا على المصاريف لأنه كأنه عم بتجهز لسفرة أو لأمور تتعلق بقضايا قضائية. برج العقرب عندك طاقة كبيرة، مليئ بالحركة والنشاط، ولكن أنا بقلك كتير مناسبة تعزز علاقاتك. نوعية الوقت فيها تكون مليحة على قد ما أنت بتكون رأيك. في شوية عرقلة وتأخير ببعض الأعمال، بس أنت كتير عندك اندفاع وحماسة، يمكن يكون في عندك منافسات عديدة بتقدر تكون، بس خليك يعني ما تتشبص برأيك. البعض عنده دعوة أو مناسبة سعيدة لعرس عقد كران، عمل جديد، مشروع جديد، فيك تعزز علاقاتك العاطفية، وما بدنا نعمل مشاكل اليوم يا عقرب. أما مولود برج الكوس، نهار مليء بالأشغال والأعمال المهمة، وكأنك معا بتلحي، بتحس الوقت عم يركض عندك دادلاين، مطلوب المساعدات من البعض، نتبهها لصحتك، وحاول تناقش كل أمورك بهدوء، تعد قدم فيك عن المشكل، وخليك بحالك، وأصلا عندك أشغال وأعمال كتيرة، ما بعتقد تفاضل المشاكل، يعني بدنا نروح شوي، نكسل الروتين اللي أنت فيه. برج الجدي وأخيرا ارتحت، متقلق، مندفع، مشرك متل عادة، تأثير الأمر عليك ممتاز بيحملك الحزوز والنجاح، كتير عم بتكون مبدع بأعمالك، ورح بيتدوع على كل إنجازاتك، حتى كلامك اليوم مسموع وحلو، والكل بوافق وجهة نظرك، الحمد لله الإبتسام رجعت، والثقة بالنفس بالعليلة، والتفاق المحاض فيك، قول الله، والله يحميك، وكل الحز معك، الدلو اليوم متعب، حازم، عليك تكون أكثر حكمة ودبلوماسية، خليك بعيد عن الشجار، ما تحمل حالك أكثر من طاقتك، نهار يعني فيه اهتمامات بالبيت، يمكن شوية الأمور ما تكون مريحة، شعور بالوحدة، بعض خيبات الأمل، بدنا نطول بالنا مولود برج الدلو، ومنهونا هاليومين بتسهون، بس أكيد أمور فيه بكرة، أمور أخبار، بتخبرك إيها حلوة تبعني دائماً، برج الحوت يوم أكثر من الرائية بيحمل لك اللقاءات الحلوة، يمكن فيه فرحة أو احتفال بنجاح، تقدم بالعمل، اتصالات مع الأخوة، اتصالات مع الأحبة، سفر للبعض، يوم للإنجازات، المنافسات، المقايضات، للعقود، مندفع عم بتغوز ببحر من الحصوص، قادر تلحق على كذا شر لليوم، أنت أمورك اليوم مسهلة، حتى تعطيك بالامتحانات، بالمؤتمرات، بالتسويق، بالأعمال، ما شاء الله عليك، نشاط، حركة، قوة، ذكرى قوية، وبتقدر تتخطى أي عقبة بهذا النهار، وهيك بنكون هنا الأبراج لهذا النهار، ودايماً برجك مع رولا، أحلى، أكيد، سوفكم على خير، باي. ترجمة نانسي قنقر